معانا ابو اسلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احضر لك انا لها سؤالية اتفضل اي فانو هل يقول الصلاة بالسؤال للحملات طيب ده السؤال الاولى السؤال التاني السؤال التاني بقى كان حضر لك انا ولدتي قرب التنانين ومسنة وقاعدت الفراش على كرس متحرك وقاعدين انا بغلها الضنبز على طول يعني الضنبز فيها على طول نعم ايه اللي خليها ما تصليش ما تحركش من عسري ما تحركش من عسري ما هاتش طلب منها ان هي تحرك من عسري خالص ربنا يديها الصحة ويبرك لها وان شاء الله تكون يكون ده كله في ميزان حسناتها اللي هي بتتحمله ده ده ربنا ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتها ويجمع لها ما بين تمن من الاجر والعافية خلينا اجاوب على حضرتك السؤال التاني الاول وبعدنا اروح للسؤال الاولين السؤال التاني اه تفضل هي وتغير لها وممكن وتتيمم لكل صلاة تتيمم يعني ايه يبقى جنبها حتى ولو زلطة لو حتى منديل عليه فيه تروح بتروح خبطة عليه كده خبطة ديها وخبطة لوشها وبس خبطة للوجه وخبطة لليد وبس 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 لانها مش قادرة تؤمن على السرير وكمان هي لو توضت ممكن المياه تنزل وتعمل لها مشاكل على الفراش يبقى على طول تتيمم ودوت ان شاء الله يجعلها تصلي على طول ان شاء الله وما تنقطعش عن الصلاة الحالة التانية علي يجوز اللي انا اصلي بفنان لحملات ايوة بس هو ان الناس بقاعدين يتكلموا على مسألتي انه ما ينفعش يصلي وليس هناك شيء على عاتقي ده مكروه لكن هو لو ساتر عورته فصلاته صحيح لان شرط صحة الصلاة هو ساتر العور فاذا كان هو ساتر عورته فصلاته صحيحة وليس هناك شيء يطعن في صلاته اه الناس بتشوف ان ده ليس من اللياقة وليس من الادب مع الله سبحانه وتعالى اه لكن هل سلاته ستكون صحيحة ستكون صحيحة والاولى ان يحسن ثيابه بما يحب ان يلقى به مولاه سبحانه وتعالى